مرحبا زميلي فاروقا مرحبا يا كل متتبعين قناة النهار متواجدون الآن في مطار القاهرة الدولي الذي استقبل المئات من أنصار المنتخب الجزائري الذين حضروا لمساندة الخضر هنا وأشبال جمل بالماضي الكل هنا متفائل بتحقيق نتيجة إيجابية ولما لا العودة بالكاس هناك أيضا ثلاث طائرات ستصل غدا إلى المطار القاهرة الدولي من أجل محملة بأنصار المنتخب الوطني من دون إطالة زميلي فاروق نأخذ انطباعات الأنصار التي تواجدوا اليوم في مطار القاهرة تفضل الأخ اليوم وصلتوا للقاهرة لأجل مساندة المنتخب الوطني تفضل كيف كانت الأجواء في الاستقبال سلام عليكم أنا مناصر من مدينة عين البيضاء جينا باش نشجعوا متخبنا الحمد لله جينا في أجواء جيدة وإن شاء الله يا رب يزيدوا يلتاحقوا الأنصار وإن شاء الله هذا العام عامنا وإن شاء الله يكون لنا في النهار عشرين عشرين جويلية عشرين جويلية روحوا عشرين جويلية أنتم متفاعلين بالمنتخب الوطني إن شاء الله يقدموا حجم لهم متفاعلين ومعولين عليهم وإن شكيلا رأنا شفناها تشكيلا جيدة متكونة من لعبين شباب ولعبين مخضرمين تحت إشراف المدر بالماضي اللي معولين عليه بزاف وإن شاء الله سنة يجيبونا لكوبي يا ربي إن شاء الله زميلي فاروق ربما هناك بعض الإشكال بخصوص بطاقة المناصر الكثير من أنصار المنتخب الوطني لم يقوموا بالتسجيل على الموقع ربما سيكون هناك إشكال لأن فترة التسجيل تتطلب حوالي 48 ساعة ممكن الأنصار الذين سيصلون غدا ممكن أن يضيعوا مباراة المنتخب الوطني الأخ أيضا على يساري من بين الأشخاص الذين لم يقوموا بعملية التسجيل عندك مشكلة في عملية التسجيل تقوم بشي بالتسجيل أنه ممكن تضيع مباراة المنتخب عندنا بروبلم في تسجيل الإلكتروني هذا دورك على بك تسجيل دورك ويجا تسجيل دورك أفسي تحمد تسكيرتي هذاك بشيك لكونفيرماشيون لازم لكوحد ترواجور ترواجور دورك أنا وشوفوش هذا كامل قادر ما نتفرجوش الماتش سما ترواجور نهار الماتش خلينا مني أنا دورك للأنصار اللي راح تجي خدوة راح تلحق على الماتش دورك هذي مشكل كبير وما كانش عندنا معلومات عليه قبل حتى يسمى قلنا الأخ عليه ما سمعناش دورك عليه وإن شاء الله يتدخل لسلطات وتفريننا المشكلة هذا إن شاء الله ومشكلة أنظيم معي الأخ مهدي اللي كان حاضر هنا في مصر منذ أربعة أيام هو اليوم بالمطار القاهرة الدولي من أجل مساعدة أنصار المتخب الوطني الذين لديهم مشكلة من هذا الجانب مهدي تحضرت هنا من ربعة أيام تشوف بلي معظم أنصار المنتخب الوطني عندهم مشكلة بتاقة المناصر نعم معظم المناصرين اللي جاءوا لهنا المصر كان عندهم مشكلة تاع الفان آيدي بهذا الفان آيدي اللي يقدر يدي تيكيته على الماتش سينو ما يقدرش عنا وش نديرو احنا أولان أولانسان أبل لسيبورت اللي رام جيد نقول لهم سجلوا لحكم في ستات تازكارتي وضعوا في الصورات تاعك كوبي تالباسبور راح تجيلك إيميل كونفيرميشن تم تسجل ويجيك الموتباس اللي تيجي به هنا لمصر لتقوم تذهب إلى تذكرتي وهذه محلات متخصصة أن يقدموا لك الفان آيدي باش تدي تيكيت تاعك إذا ما كاش عندك فان آيدي ما تقدرش تشوف المقابلة لأن لكسي الملعب هو لكسي محدود جدا لأنه تم تخصيص جانب من المدرجات إلى الفرق الفريق الجزائري والجانب الأخر للفرق الأخرى فرق كينيا وسينيغال وطنزانيا لذا أعيد وأكرر لا يجب على الجزائريين لرمجين هنا لمصر يقوموا بالتسجيل على موقع تذكرتي والحجز تم ولما يأتوا إلى هنا يصيبون نحن في الخدمار نعاونهم ونقوموا باش باش ما يكونش عندهم مشاكل ناخدهم وندهم حتى المحلة تذكرتي ونقفوا معهم هناك مصريين وسنقوم بمساعدهم حتى يستطيعون من مشاهد الفريق الوطني يوم الأحد إن شاء الله إن شاء الله زماني فرق كانت بعض النصائح من الأخ مهدي اللي حاضر هنا شكرا جزيلا لك بعض نصائح من الأخ مهدي اللي كان حاضر هو أمدارة بعتئية شكرا لك